السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثاني لعدادي نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جيم الوحدة التمنى الدرس الخامس والسادس سؤال الاول عندي هنا بيقول يريد ان يذهب في اجازة إلى مناطق خضراء يعني عايز روح اجازة في منطقة بها اشجار وزرع ومناطق خضراء علشان ايه يا شباب طبعا علشان يستريح كلمة يستريح اللي هي كلمة تبقى عندي هنا سؤال الاول عندي سؤال الاول عندي اختي الصغيرة اعيز اعتمد علي ان انا ساعدها في حل واجب الرياضيات طبعا شباب كلمة يعتمد علي اسمها يبقى عندي هنا سؤال الاول عندي هنا سؤال الاول عندي يجب ان يأخذوا كمية كافية من الفواقه هو الخضراءات عندي كلمة كافية سؤال الاول عندي سؤال الاول عندي خلي بالك اعيز اقول لك المقارونا بتكون الوجبة او القدر المقدار الرئيسي مكون الرئيسي اسمها مين انجورديانس السؤال اللي بعده يقول خلي بالك بيقول لك هنا والدنا الوالد يعني فاجأنا عايزو لك فاجأنا ان هو هيشتري عربية جديدة طبعا الفاجأة وهي كلمة سيربريز يبقى عايزو لك اوار فازر سيربريز تسأل بعده اي نقطة اي نقطة طبعا اطلب من المدرس بتاعك ان هو يشرح حالك يبقى هنا شباب كلمة يشرح يبقى اسمبليين كلمة أطلب possion سؤال اللي بعضه بقوله نقطة البراثرemme نقطة داي وير هابي تو ميته خلي بالك هنا بيقول لك يعني انا قدمت نقطة العايزو يقول لك قدمت اخويا لاصدقائي وهم كانوا سعداء جدا ليه قدمها يا شباب لها إنتردوست يبقى إنتردوستي سؤال اللي بعضه بقوله باسمة is worried about her exam نقطة باسمة الآن من نتيجة الامتحان نتيجة القيام من الريزالت او نتائج الامتحان يبقى كلمة result. السؤال اللي بعده bully you should not يجب عليك not sure عندنا كلمة اسمها make sure كلمة مهمة انك تتأكد that you eat all types of healthy food يجب انك تتأكد انك تأكل كل الأطعمة الصحية طبعا يتأكد اللي هي make sure السؤال اللي بعده my mother was worried not me when I came home late تخلي بالك بيقول لك والدتي كانت قلقة طبعا الشباب عندنا كلمة worried بيجمعها about يبقى هنا بيقول لك worried about السؤال اللي بعده يقول هنا my brother but nine years is active خلي بالك هنا بيقول لك أخوي اللي بعمر تسع سنوات السؤال اللي بعده يقول هنا this is uncle adels restaurant خلي بالك الاس دي هي اس الملكية اس الملكية يا شباب يبقى هو صاحب المطعم يبقى عندي طرام في اس الملكية هاولك هو يملك المطعم اللي هي ايا شباب اللي هي كلمة he owns السؤال اللي بعده يقول هنا hand is not because she lost her mobile phone خلي بالك هند هنا هتكون ايه هي فقدت التلفون بتاعها طبعا طالما فقدت تلفونها او خسرته يا شباب يبقى هي اكيد متضايقة كلمة متضايق او منزعج اللي هي كلمة upset السؤال اللي بعده يقول لي not is a vegetable that is healthy خلي بالك بيقول لك هنا ايه اللي من الخضروات بيكون صحي هبصوا تحت هنا هي كلمة cheese دي الجبنة مش خضرات salt الملح butter الزبت اللي هي السبانخ السؤال اللي بعده يجب عليك ان كنت تتبع عايز اقول لك نصيحة والدك كلمة نصيحة يا شباب اللي هي بحرف السي اللي هي advice اللي بعد كده هنكمل مع بعض عندنا جزء الاسئلة الخاص بالقواعد السؤال اول بيقول there is not smoke in here I can't praise خلي بالك هنا بيقول لك smoke اللي هي كلمة دخان كلمة دخان ده شباب من الكلمات التي لا تعد طالما لا تعد على طول بستخدم معها كلمة too much يبقى عندي too much الكثير من بتستخدم مع الكلمة التي لا تعد السؤال اللي بعد منه بيقول لي خلي بالك بردو انا عندي هنا كلمة اخرها جامح طالما جامح تبقى على طول دي كلمة تعد لان الكلمات دائما بتكون جامح يبقى هنا too many السؤال اللي بعده بيقول هنا there weren't not people to play a match so everybody went home خلي بالك بيقول لك يعني ما كانش فيه ناس كفاية عايز اقول لك عدد كافي لان الناس دي شباب تعد اللي هي كلمة people يبقى عندي هنا شباب عندي كلمة ناس كفاية اللي هي كلمة enough people عدد كافي من الناس عشان كده ملاحبوش المبارد السؤال اللي بعده بيقول لي you work انت تعمل نقط you need a rest انت محتاج روح خلي بالك العمل ده في حد ذاته يا شباب هو من الكلمات التي لا تعد حاجة لا تعد يبقى هنا استخدم مع كلمة ايه بروفو عليكم كلمة too much يعني انت بتعمل بشكل كتير جدا انت محتاج انك تستريح السؤال اللي بعده please من فضلك don't put two نقط salt خلي بالك صلت دي لا تعد لا تعد يبقى too much السؤال اللي بعده بيقولي هنا شباب you use انت تستخدم not much sugar بردو كلمة sugar دي كلمة لا تعد جامعه much يبقى على طول مصطلح انا حافظه اللي هو too much يبقى هنا شباب ها يستخدم كلمة ايه too much عندي mini وmuch بيجاب لهم too لما انا كثير جدا السؤال اللي بعده بيقولي is there any bread in the house قال له oh yes there is not bread بردو عندي هنا كلمة pretty كلمة من الكلمات التي لا تعد هنزف الاجابة عندي هلا كلمة mini دي تعد you تعد كلمة any عايزة جملة منفية مش هتنفع يبقى استخدم كلمة enough pretty يعني عيش كافي السؤال اللي بعده talk not i should talk less بردو هنا كلمات لا تعدي بل كلمات التي لا تعدي ها شباب بيستخدم معها لطول too much الى الكثير من السؤال اللي بعده كده عندي بيكون سؤال correct خلي بالك سؤال صحيح جدا كل اللي عليك انك بتشوف الكلمة اللي بين الاقواس دي تكون كلمة بلط بتشله وتكتب مكانها الكلمة الصح طيب نبدو مع بعضها شباب السؤال الاول هنا بيقولي i don't like people who ask نوعات ويجاب كلمة too much بيقولي questions اللي هي اخيرة is هلي بالك كلمة اخيرة is تبقى كلمة جمع جمع يبقى يعد يعد يا شباب ما ينفعش استخدم معها too much too much دي خاصة بالكلمات التي لا تعد عايز كلمة بقى مكانها تجي مع الكلمات التي تعد اللي هي too many يبقى قوله كثير من الاسئلة يبقى هناك كلمة too many سؤال اللي بعد كده هنا بيقولي we don't have نوعات وجاب لي time enough خلي بالك الجملة دي اصلا او الكلمتين دول مقلوبين انا هعدلهم بقى اسمها enough time اللي هي معناها وقت كافي يبقى احنا معندناش وقت كافي يبقى هنا اقول we don't have enough time to have another coffee يبقى هنا كلمة enough بتيجي الاول خلي بالك وبعدين الكلمة اللي بعدها اللي هي كلمة time سؤال اللي بعد كده بيقولي you spend نوعات وجاب لي too many time خلي بالك كلمة time دي من الكلمات التي لا تعد طالما لا يعاد يا شباب على طول بستخدم too much انا مستخدمش كلمة many دي مع اي حاجة لا تعد يبقى هنا اقول له too much الكسير من الوقت سؤال اللي بعده بقولي هنا يا شباب there were not وجاب لي too much people برضو خلي بالك هنا people دي كلمة اصلا جمع جمع يبقى من الكلمات التي تعد تعد يا شباب من فاش استخدمها too much لكن استخدم مكانها too many قاعدة سهلة جدا بتشوف الحاجة دي تعد او لا تعد جمع او لا او لا يعني الذي لا يعد دائما بتعامل مع عاملة المفرد يبقى هنا تعد فاستخدم too many السؤال اللي بعده بقولي I don't have نوعات وجاب لي money enough لسه حلنا فوق طبعا احنا قلنا اسمها enough money اللي هي معناها مال كافي يبقى هنا بستخدم معا كلمة enough الاول وبعدين بخطر كلمة money برتبها صح صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال الدهلك سؤال المحادسة خلي بالك سؤال المحادسة لازم تقرأ محادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تبدأت حل المحادسة بتاعتنا على advises iman to have a balanced diet خلي بالك اللي هو نظام غذائي متوازن ايمان هنا بتتكلم بتقول I feel tired تحس ان انا تعبانة all the time طول الوقت and I don't get enough sleep ومعنديش وقت ان انا هنم فيه ماخدش ينوم كافي فاردت عليها يا شباب قادت لها هنا سؤال بعد كده جاوبت عليها قادت لها اللي هي معناها طعام سريع يبقى كين بتسألها يعني بتقول لها اي نوع الا الطعمة اللي انت بتاكليها يعني في الاجابة بتقول لها انا نقط. بعدين هتلاها نصيحة لازم يكون عندك طعام متوازن. ونظام غذائي متوازن. فهتقول لها طبعا الموضوع ده غير صحي. هي unhealthy. يبقى تقول لها اللي هي شباب الفاست فود. الوضع الطعام السريع. فقالت لها لازم يكون عندك نظام غذاء متوازن. ايما هتلاها ازاي بقى هتعمل الموضوع ده يعني يكون عندي نظام غذاء صحي. هتلاها نقط يعني تكليب من كل أنواع الطعام. يبقى هنا شباب عايز تقول لها طبعا اللي هو فكرة جيدة أن تأكلي من كل أنواع الطعام الجيد. فهتقول لها السؤال اللي بعده سألتها ايمان سؤال في كلمة سليب. هتلاقف الإجابة يبقى تديتها نصيحة أنها ثنم تعمل ساعات يبقى كلمة تسألها ماذا عن النوم يعني فهتقول لها ماذا عنه يا شباب اسمها فهتقول لها هنا طيب والنهم بقى أخبروا ايه فهتلاها تنامي ثمان ساعات كل يوم فايمان سألتها سؤال كمان هتلاها إيه اللي أقدر عمله تاني في حاجة يجب على أن أنا فعلها قد لها حاجة يبيوه هنا ممكن أقول أي نصيحة فقدروا لها مساء يعني تعملي بعض التمرين فهيحد دي أنا يقول لي فهي هنا بتنصحها يا شباب إلى جانب النظام الغذائي الصحي إن هي تعمل تدريبات يبقى عندي ممكن أقول صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا على الدرس الخامس والسادس بيبدأ معي بسؤال الدائل وسؤال المحادسة خلي بالك سؤال المحادسة يجب أن تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل أن تبدأ تحلم محادسة بتاعتنا شباب خلي بالك آدم هنا قلق من امتحان الرياضيات فهي تكلم معي يوسف صحبي بقى يوسف يتكلم آدم يقول له what's the matter ايه المشكلة يقول لك وارد بيين عليك إنك قلق فقال له هنا آدم I have a mass exam أنا عندي امتحان الرياضيات next week الاسبوع القادم وبدأ يقول له I have some problems with it عندي بعض المشكلات منه أو عنده بعض المشكلات معين في يوسف سأله سؤال موجود في you speak to your parents يعني اخبر والديك فهنا السؤال لشباب بيقول له يعني قاله في الإجابة I tried يعني أنا أحاول يبقى هنا ممكن يقول له هنا يقول له why don't you لم لا عندنا مصطلح مهم جدا اسم why don't اللي هي لم لا فبقول له why don't وانا عندي you مكتوبة يبقى لما لا تخبر والديك قال له أنا بحاول وبعدين قال له but I am worried they will be angry أنا خايف أن هما يبقوا مدائقين مني أو يتضيقوا ويتعصبوا عليين فأي يوسف قال له حاجة قاله فيها to explain the problems with them يبقى كيد هنا بيقول له it's a good idea ده تبقى فكرة جيدة لو انت شرحت لهم المشكلات اللي عندي فأيقول له it's a good idea وعندي كلمة to مكتوبة يبقى هنا يقول له it's a good idea to explain رد عليه آدم قال له okay I will try it أنا أحاول but there is another problem في مشكلة تانية في عنده مشكلة تانية قال له what is that إيه هي يبقى المشكلة تانية فآدم رد عليه بكلمة bored most of the day يعيز يقول له يعني أنا بشعر بملل أشعر بالملل اللي هي عندي كلمة I موجودة فهنا أقول له I feel يعني أشعر بملل معظم اليوم فبقال له I feel فبعد كده يوسف دالو نصيحة أو سؤال قال له doing some to relax طبعا بسأله بالطريقة ده شباب يبقى أكيد هنا بقول له how about ماذا عن يعني إيه بقى لما بتقعد ترسم مثلا وتستريح فهنا بقول له how about بعد كده شباب آدم قال له آآ طبعا بيشكر في الفكرة وفي كلمة idea فهنا يقول له that's a good idea يعني عندي مصطلح مهم جدا اسمه that's a good idea يعني إنها فكرة رائعة أو فكرة جيدة فهنا ممكن يقول له that's a good idea السؤال اللي بعد كده سؤال الأول عندي هنا بيقول my best friend comes not a small village near aswan خلي بالك عايز يقول لك صديقي من قرية من يا شباب الهيكمة from سؤال بعده يقول لي you should tell your parents يجب عليك تخبر والديك everything not to you أي شيء بيحصل معك يحدث الهيكمة happens سؤال بعده يقول لي we should not advise to each other if you feel poor لو انت حاسس بملل أو بتشعر بملل try not some drown to relax أريد أن أجرب أنك ترسم علشان تستريح يبقى عنده يا شباب try doing السؤال بعده a healthy person should have a or and not diet every day to stay healthy خلي بالك لازم يعمله طبعا توازن ما بين نظامهم الغزائي الصحي يبقى عنده يا شباب كلمة توازن اللي هي كلمة balance السؤال بعده يقول لي yesterday I did all my homework نقاط I studied all my lessons طبعا عايز يقولك بالإضافة لكده بإضافة أن أنا عملت الواكب أنا ذكرت كل دروسي اللي هي كلمة farzer more يبقى عنده هنا شباب هقول له كلمة farzer more السؤال بعده بيقول هنا my brother wants to work as a not in a big restaurant طبعا شغال في مطعم كبير طالما شباب هو شغال في مطعم كبير يبقى شغال كطباخ لي طاهي أو طباخ عندي كلمة اسمها cock يبقى يقوله as a cock السؤال اللي بعد كده بيقول هنا you drank not coffee it's not good for you طبعا هنا كلمة coffee من الكلمات التي لا تعد طبعا لا تعد بيستخدم too much يعني انت بتشرب كمية كبيرة من القهوة يبقى هنا كلمة too much اللي بيجي مع الذي لا يعد صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول there was nowhere to sit on the beach يعني انك مكان تعد فيه على الشاطئ there were not people خلي بالك بقى كلمة people دي كلمة جمع من الكلمات التي تعد طالما يعد يستخدم too many الكسير من الناس سؤال اللي بعد يقول i ate not ice cream i have good stomach egg يعني جالي المعدة يبقى اكل كمية كبيرة من ice cream طبعا خلي بقى لك سؤال مهم جدا 4 نقط بيكون عليهم 4 درجات كل اللي علي ان اشير الكلمة الغلط دي وقت ما كان كلمة صح سؤال اول بقى لي i don't like the wizard here there is not rain وقاب لي too many خلي بقى لك كلمة rain دي اللي هي المطر دي كلمة لا توعد طالما ما يعاد يا شباب بستخدم هيا طبعا too much برافو عليكم اول ما لقي كلمة من الكلمات التي لا توعد بستخدم too much اللي هي معناها كسير من الامطار السؤال بعد i can't wait for them انا مش هقدر استنائكم i haven't got not طبعا ما عنديش وقت كافي بس enough time كل علي ان انا هرتب بس الكلام صح الجملة جاءت كتير في المتحانات ممكن العمل يبقى هنا اقول له much work يبقى هنا يا شباب اقول له كلمة much من الكلمات التي التي لا يعد السؤال اللي بعد بقولي our team for itna didn't play well بدعبتش كويس we made too many not mistake طبعا شباب كلمة mistake دي هنا جاء غلط ليه لان اصلا جاء لها many يبقى هنا too many الكسير من الاخطاء يبقى كل علينا نخلي جمع 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 سايح وطلع s في الاخر هتبقى اسمها mistakes اللي اخطائي السؤال بعد كده بيكون سؤال بارجراف خلي بالك السؤال ده بيكون محلول فيه اخر الكتاب